السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الخميس عشر تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الجدي استقر تماما ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة أربعة وثلاثين دقيقة بعد عصر يوم الجمعة بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق الخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه موجود في برج الجدي معناته اليوم منصبح أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لألنا ما لازم نعتمد على الحضوض وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحض يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين أو البنوك أو الضريبة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبإمكاننا تعزيز قوة الحدث لدينا أو برضو حس بالمسؤولية بزيد عنا مناسب للسيطرة على الذات والثبات والحذر وتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعملنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 و 54 دقيقة مساء بتوقيت جرينج فيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما يرعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و 21 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة وبتسببنا خصومات مع النساء يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلق للراحة وهذا التحول أيضا مدر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل أعمليات جراحية كبرى لا إلها إلا إذا كانت الضرارية طبعا عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري أعضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية لا إلها ما في أي مشاكل هذا اليوم ما بقدر أحكي لك أنه مناسب لعمليات التجميل لأنه لو شفنا وسمعنا ما قبلها نلاقي أنه الأسنان والجلد والشعر هي الأكثر حساسية فأيضا ما بنصح بعمليات التجميل إلا إذا كانت إضطرارية وما يكون لها أثار جانبية لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ولكنه لا يصلح للصبغ يصلح للحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة له يوم الغد بيبدأ الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره ثمان أيام الساعة عشر وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بنبدأ باليوم التاسع نسبة الإضاءة واحد وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجدي حتى يوم احداش عشرة سعيد الآن بنسبة خمسة في المية ساعة المساء سعيد بنسبة خمسة في المية عطارت في الميزان حتى يوم ثلاثة عشرة سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في العقرب حتى يوم سبعتاش عشرة سعيد بنسبة سبعين في المية الآن ساعة المساء سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 42 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا تتركز جهودكم نحو العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين خلال هذا اليوم وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة طبعا ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغور حاول أنك تبرر عملك اظهر مهارتك بتكون الظروف الشوي فيها بعض التعقيد وصعوبة وانت طباعك وأفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب أو الاضطراب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوه في السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وحاول أنه ما تجعل أي شيء يحبط التطوراتك أو التطور لأنه شوي هيك في بعض الأشخاص ممكن يأثروا عليك سلبيا أي التطورات غنية بالفرص المناسبة خلال هذا اليوم تنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا وهي فترة مناسبة للسفر ولوارشات العمل وللدراسة أيضا برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة خلال هذا اليوم لمكسب مصدروا بيجي شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهمي شنك ما تتشبث بمواقف متصلبة بل كنمر ومبتسم وناقش بليوني ودبلوماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان من نسبة لموليد برج السرطان بينسب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة ركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة أهم مش أنك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم ما هيك عنك قدرة على إنجاز قسم كبير منه أهم مش أنه ما تهمل صحتكم هاي فترة عمل جيدة حاول أنك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد زملائك بالعمل أو أحد الأصدقاء وممكن يكون فيه عمل جديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لنشاط فني أو ممارسة هواية وهي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بالنسبة لإلك وبتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو تحاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تبدو مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء وممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة تجنب القصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الأحبة اليوم في أعمال وإنشغالات أيضا منزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تكثر عندكم اليوم من الاتصالات والتنقلات وحوارات ونقاشات وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على فرصة جيدة تبرروا من خلالها مشاعركم أو تبرر من خلالها مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات وما يتعلق بالسيارات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شيء أنك ما تتكبر عليهم الكواكب بتدعمك أو بتعمل لصالحك وممكن تسهل كثير من المسائل أهم شيء أنه ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك كن حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي من نسبة لموليد برج الجدي بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبغسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنكم تجدوا أي شيء جديد أو تبحثوا عن أمر مميز وبتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هذه الفترة من أسرع فترات الشهر إيجابيا ادخل التنويع على حياتك الشخصية اليوم بيحمل انفراج أو تسوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب فبتشعروا بالتعب بنال منكم وتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها اخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء هذه الأيام بكل هدوء بدون عصبية بدون مشاكل ممكن تواجه الضغوط أو عرقيل أو امتحانات صعبة كما أنه ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر عشان هيك حاول تعمل بشكل روتيني وما تغامر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حاجة تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس والتعارف واللقاءات وبعضكم ممكن يعني يسافر أو ينضم لجمعية أو يهتم لشؤون أقارب الشريك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر